من هو المحام عشرف نبير وما علاقته بفريد الديب مقابل ثلاثة ملايين جنيه أشرف نبير يتولى الطعن على حكم إعدام قاتل نهير أشرف السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس قبل ثلاثة مليون جنيه أشرف نبير يتولى الطعن لحكم إعدام قاتل نهير أشرف أصدرت مصلحة شهر العقار والتوثيق اليوم أول توكره اسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عدل المحكم عليه بالعدام لتولي المحام أشرف نبير مرحلة الطعن في حكم إعدامه وذلك بعد أن أعلن المحام شروط قبل القضية بعد تفاوض دم أكثر من 45 يوم انطلقيه مطالبات رسالة عديدة من المتعاطفين مع المتهم وسرته وكان من أبرز الشروط التي وضعها نبير هو أنه لا يتطوع مجهلا ولا يقبل تحولات من دون أجنبية وأنه يجب أن يوكل رسميا في القضية من المتهم أو أهليته وفي نفس السياق كشفت أحد المصادر أن أسرة مصرية ثرية قد تواصلت مع نبير منذ أيام وتفاوضت معه لتولي مرحلة الطعن وتوكره رسميا في القضية بموجب توكيل الرسمي من المتهمة صادر من سجن جامسة شديد الحراسة وبذلك يكون أشرف نبير هو المحام الوحيد الموكل رسميا من المتهمة وبمقابل المدية كشفت مصادر أنه تخطى ثلاثة مليون جنيه مصرية وكانت محكمة الجينات المنصورة برأسة المستشار بها الدين المورية رئيس المحكمة اصدرت حيثية النطق بحكم الإعدام على المتهمة محمد عادلة والذي قتل زمنة نيير أشرفة أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام بعدما طعنها تسعة عشر طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقابتها وطلبت المحكمة في حيثية حكمها المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو يزم منها لتحقيق ردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها مما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن بالفيديو محامي محمد عادل وضح طبيعة اتهامه لعائلة نيير أشرف بالبلطجة تحقيقات موسعة تجريها نيابة المنصورة في بلاغ المقدم من المحامي أيمن محفوظة ضد عائلة نيير أشرف واتهامهم بالبلطجة وذلك بعد الدعاء الإعلامي أحمد رجب بالتهمات أسرة نييرا بالبلطجة والترويع ضده وضد محمد عادل ووجود طرف ثالث في القضية حرض على قتل نييرا واستمعت النياب للمرة الثانية لأقوال المحامي مقدم البلاغ وانتهت تلك التحقيقات منذ لحظات وكان التحقيق منصب على تفاصيل البلاغ وسؤال حول أن هذا البلاغ يمثل التهم المباشر من محفوظ أحد الأطراف وأكد محفوظ أمام النياب العامة أن بلاغه ليحمل التهم مباشر إنما هو بلاغ للتحقيق والفصلة في تلك الواقع وتقديم المطورطين فيها للمحاكمة الجنائية نظرا لخطورة تلك الجرائم رسميا المحامي خالد الدسوق يطعن على حكم أعدام محمد عدل قاتل نيير أشرف مقتل نيير أشرف طالبة المنصورة وتقدم خالد الدسوق محمد مصطفى البري المحامي بالنقدة صباح اليوم الأربعاء مذكرة للطعن إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية أمام محكمة النقد على حكم أعدام المحكم عليه بالعدام محمد عادل وقدم البرينس ختم مذكرة النقد للنياب العامة لإرفاقها في أوراق القضية أمام محكمة النقدة التي سوف تنظر في الطعن المقدم منه على حكم أعدام محمد عادل المتهم بقتل نيير أشرف طالبة المنصورة وعقب صدور حكم الاعدام بحق المتهم محمد عادل قاتل نير أشرف طالبة المنصورة وفي اليوم التالي مباشرة يوم السبع من يوليو وقال طالب الرسمي داخل محبسه حقيقة القبض على محامي محمد عدل قاتل نيرا بقسم طنطة تداول رواد مواقع توصي الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتليجرام بنطاق محافظة الغربية عدد من الأخبار الخاصة بالمحام الشاب محمد عادل قاتل نيرا أشرف عبد القادر ضحية حدث المنصورة المأساوية والتي لفظت أنفاس الأخيرة أمام بوابة تشكي بالمؤدية إلى مداخل كليات الجامعة المنصورة وجاءت استمرار حملة نشر شائعة وترويج الأخبار الكاذبة حول أحمد حمد محامي قاتل نيرا آخرها كانت تنويه على القالة الجزامنية القبض عليها واقتياده لقسم شرطة طنطة الأمر الذي أثر حفيظة أصلة قاتل نيرا وأثار حلة من القلق حيال تقديم ذكرة النقد عقب تأيد حكم محكمة جنات المنصورة بإعدامه شنقا سعيا في إنقاذ حيات ابنهم خلال كافة الآليات والوسائل القانونية من جانبي يكشف موقع صدى البلد حقيقة القال القبض على محامي المتهم محمد عادل والذي كشف في تصريحة خاصة نفيه القاتل للواقع ضبطه واحتجازه داخل قسم شرطة طنطة مشيرا بقول الحمد لأن دخلت القسمة لتحرير محض الرسم ضد بعض المتربصين بيه لمنع من التقدم بذكرة الدفاع النهائية وضف أحمد محمد دفاع قاتل نيرا بقوله بلطقية وخارجين على القانون استوقف سيارتي وحاول اعتداء على شخصي وترويع حياتي وتهديدي ولكن كاميرات مراقبة وطول الشارع البحر كاشفت ملامح تلك الاعتداءات ولا صاحة استدعائي بالنيابة أو ضبطه في أي وقاع نقلة وسائل المحلية على لسان مصدر مطلعة أن أتعب المحام أشرف نبيل الذي وكاله محمد عدل قاتل نيرا أشرف بتقديم الطعن حكم لعدام الصدر بحقه تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه أي نحو مائة وستين ألف دولار ويكشف هذا الرقم عن حقيقة الدعم الذي طلقاها محمد عدل من قبل رجال أعمال مصريين مقيمين خارج البلاد سبق أن أكدوا تعاطفهم مع الشاب الذي أقدم على قتل الطالب نيرا أشرف في وضح النهار وأمام المارة بعدة طعنات قاتلة أمام جامعة المنصورة وأثار وجود متعاطفين أمام محمد عدل الجدل في مصر وقد وصل الأمر إلى حد أعلن رجل أعمال سوري مقيم في تركيا أن استعداد لتقديم عشرة ملايين جنيه مصر لأسرة نيرا أشرف كذية للعفو عن محمد عدل وقابلت أسرة نيرا أشرف العرض بالرفض القاتع مبدئة استغرابها من التعاطف مع القاتل مطالبة بسرعة تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل محمد عدل بالفيديو محامي محمد عدل وضح طبيعة اتهمه لعائلة نيرا أشرف بالبلطجة تحقيقات موسعة تجريها نيابة المنصورة في بلاغ المقدم من المحامي أيما محفوظة ضد عائلة نيرا أشرف واتهامهم بالبلطجة وذلك بعد الدعاء الإعلامي أحمد رجب بالتهمة أسرة نيرا بالبلطجة والترويع ضده وضد محمد عدل ووجود طرف ثالث في القضية حرض على قتل نيرا واستمعت النيابة للمرة الثانية لأقوال المحامي مقدم البلاغ وانتهت تلك التحقيقات منذ لحظات وكان التحقيق منصب على تفاصيل البلاغ وسؤال حول أن هذا البلاغ يمثل التهمة المباشرة من محفوظة أحد الأطراف والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سوال وتمنى منكم المشاركة بأرأيكم في التعليقات ما هو سبب تغيير محامي محمد عدل لا تنسوا أن تشاركوا بأرأيكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر